اشتركوا في القناة برؤية سياسية حكيمة ونهج قويم تسير مملكة البحرين في علاقاتها الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة وفق ما يرسمه لها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ربان سفينة الوطن وقائد نهضته خط لمملكة البحرين مكانتها المرموقة وجعلها بحصافته المعهودة محط احترام وتقدير كبيرين خصوصا في علاقاتها الوثيقة والمتينة مع جوارها العربي والخليجي تحديدا استنادا الى تاريخ طويل اسس له الاباء والاجداد وسار على نهجه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله وقد برز ذلك جليا في السياسة الخارجية لمملكة البحرين بتوجيهات مستمرة من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الذي حرص على توطيد وتطوير هذه العلاقات وتنميتها وفق ثوابت الدين والعروبة والخصوصية الفريدة للعلاقات الخليجية الخليجية وهو ما حضي باحترام وتقدير الجميع جلالة الملك المعظم حامل لواء السلام والمحبة والتآخي اكتسب بتوجيهاته السديدة وقيادته الفذة الحكيمة احتراما كبيرا وتقديرا رفيعا بين إخوانه قادة دول الخليج العربية نظرا لتأكيده الدائم على أهمية وحدة الصف الخليجي واستمرار علاقات التعاون والتآخي المتينة والبناء عليها لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لمجتمعاتنا الألفة والمحبة الكبيرة خلال زيارة جلالة الملك المعظم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة برفقة وفد رفيع المستوى تؤكد الحرص الدائم على توطيد وتعميق أواصر هذه العلاقات والمضي بها إلى مستويات رفيعة ومتقدمة تنعكس رخاء وازدهارا على شعب كلا البلدين الشقيقين جلالة الملك المعظم شارك خلال زيارته المباركة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نجاحها الدولي الكبير باستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 التي حضرها عشرات القيادات العالمية والبفود الرسمية رفيعة المستوى وقد وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كلمة سامية في أعمال القمة أشاد فيها بتنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للقمة وأهميتها في متابعة الالتزامات والتعهدات المشتركة لمعالجة التحديات البيئية المهددة للأمن المناخي من أجل عالم أكثر عافية ولمستقبل تنعم فيه البشرية بالازدهار وقدرة الاستدامة كما شارك جلالة الملك المعظم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة احتفالاتها الرسمية بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين تقديرا من جلالته لدولة الإمارات الشقيقة ومكانتها الإقليمية والدولية الرفيعة حيث حضر جلالته الاحتفال الرسمي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات إضافة لحضور جلالته مسيرة الاتحاد لأبناء القبائل الإماراتية بمناسبة عيد الاتحاد في تعبير عن مدى الخصوصية الكبيرة للعلاقات البحرينية الإماراتية الفريدة التي كانت ولا تزال شهدة على تاريخ طويل من التعاون والتعاضد والتوافق في كل المجالات وبعد أن اختتم جلالته زيارته إلى دولة الإمارات في زيارة ناجحة بكل المقاييس توجه جلالته إلى دولة قطر الشقيقة حيث كان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في مقدمة مستقبلي أخيه جلالة الملك المعظم على رأس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال القمة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته العاصمة القطرية الشقيقة الدوهة استقبال يترجم الكثير من المعاني العميقة التي لفتت انتباه الجميع نظرا لما اجتملت عليه من تقدير واحترام كبيرين بين قادة البلدين الشقيقين بدءا من الاستقبال الأخوي وصولا لمرافقة جلالته والوفد المرافق له بكل ود وحفاوة وتقدير مؤخرا اتفقت دولة قطر ومملكة البحرين على إعادة إحياء مشروع الجسر البحري بينهما في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة السفر داخل دول مجلس التعاون الخليجي ومضاعفة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين كما أن لهذا المشروع سيكون الأثر الإيجابي الكبير في تعزيز الروابط المتينة والتاريخية بين المواطنين في البلدين الشقيقين مشاركة جلالة الملك المعظم في هذه القمة عكست الاهتمام البالغ من قبل جلالته فيما ناقشه أصحاب السمو قادة دول المجلس في هذه القمة التي اكتسبت أهمية كبيرة وترقبتها أعين العديد من المحللين والمتابعين في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد نظرا لما تمر به المنطقة من ظروف دقيقة تستوجب الوحدة والتكاتف لمواجهة التحديات جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة يتقدم الوفد البحريني المشارك في هذه القمة ويتقدم سيدي أمير البلاد المفدى بابتسامته المعهودة باستقبال ضيفه وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في هذا المشهد الأخوي إنها صورة تعبر عن تعليق صوتي أو نص مكتوب أو صوت مقبول أو لحن مسموع فالصورة أبلغ هي صورة المحبة والقرب فمشاركة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في هذه القمة الخليجية هو استمرار لروح الشراكة الخليجية التي يطمح لها الجميع ونطمح لها شعوبا وقيادات ومسؤولين فالروابط التي تجمع خليجنا ودولنا أكبر من أي روابط تجمع الدول الأخرى والأمم الأخرى مشاركة مملكة البحرين تعكس موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية تأكيدا على الحق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وفقا للمبادرة العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي حظيت بتأييد عربي وإسلامي وتبنتها العديد من الدول الأوروبية وسعيا من مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم إلى توحيد الجهود الدبلوماسية عن طريق تحشيد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية خصوصا وأن عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد السبب الرئيسي لتكرار النزاعات المسلحة وإزهاق الأرواح البريئة جلالة الملك المعظم بما يحمله من فكر نير ونهج حكيم انعكس على السياسة الخارجية لمملكة البحرين بصورة برهنت على ما تحظى به البحرين من مكانة إقليمية ودولية رفيعة بمواقفها المشهودة وتاريخها العريق لتكون كما أراد لها جلالة الملك المعظم الدولة العربية الإسلامية ذات المكانة الرفيعة التي تليق بتاريخها العريق وبشعبها الأصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر